الإجراء الاستراتيجي الرابع، رصد التقدم المحرز هناك خمسة إجراءات استراتيجية ضمن إطار عمل الرعاية في مرحلة التنشئة. الإجراء الاستراتيجي الرابع هو رصد التقدم المحرز ويتناول ثلاثة مستويات من الرصد، رصد السكان ورصد البرامج ورصد الأفراد. الهدف من رصد السكان هو استخلاص استنتاجات حول الحالة العامة لصحة الأطفال ونموهم، وتغطية التدخلات وممارسات رعاية الأسرة، والعوامل الأساسية التي تحمي نمو الأطفال أو تشكل خضراً على هذا النمو. أما رصد التنفيذ، فهو يغطي المدخلات مثل السياسات والقوى العاملة والشؤون المالية والمخرجات مثل نسبة المرافق التي تقدم الخدمات وجودتها. يسعى إلى التقييم المستمر للمكونات المختلفة للبرنامج، وما إذا كان قد تم إحراز تقدم نحو الأهداف المخطط لها. الهدف من المراقبة الفردية هو تحديد الأشخاص المعرضين لخطر عدم التطور بقدر الإمكان، بحيث يمكن تقديم التدخلات في الوقت المناسب المصممة لإحتياجات الأطفال الصغار وأسرهم، والعمل جارن لوضع إرشادات برامجية لرصد تنفيذ إطار العمل، وسيشمل ذلك فهرساً للمؤشرات لتقييم المدخلات والمخرجات والنتائج المتعلقة بالمكونات الخمسة للرعاية في مرحلة التنشئة والإجراءات الاستراتيجية الخمسة. العد التنازلي حتى عام 2030 تطور اليونسيف ملامح البلدان ربطاً بتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع العد التنازلي لعام 2030 لصحة المرأة والأطفال والمراهقين. تعد هذه الملفات محاولة لتجميع البيانات المتاحة في مكان واحد للرصد ضمن البلدان وعبر البلدان، ولتوفير خط أساس يمكن من خلاله رصد التقدم. يجري تحديث الملفات سنوياً. تم إصدار مجموعة أولية من 91 ملفاً للبلدان في أيار مايو 2018 جنباً إلى جنب مع إطلاق إطار الرعاية في مرحلة التنشئة. وقد تم توسيع المجموعة وتحديثها لتشمل 138 بلداً منخفض ومتوسط الدخل في عام 2019. أما ملامح البلدان لعام 2020 فهي تغطي 42 مؤشراً لتنمية الطفولة المبكرة و197 بلداً بما في ذلك 60 بلداً ذات دخل مرتفع. كما تشمل 99.8 بالعشر بالمئة من أطفال العالم الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. تتضمن الملفات بيانات عن إعاقة الأطفال وتشمل ترجمات إلى العربية والفرنسية والروسية والإسبانية لمزيد من المعلومات حول التعريف والتواريخ ومصادر البيانات راجع الملحق التقني. إن مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030 هو التدبير المعتمد لرصد التقدم المحرس باتجاه هدف التنمية المستدامة 421. المفترض أن تدمج أداة جمع البيانات ضمن جهود الرصد على المستوى السكاني، بما في ذلك المسوح الأسرية مثل المسح العنقودي متعدد المؤشرات والمسح السكاني الصحي. تشمل الأداة 20 سؤالاً لمقدمي الرعاية وهو متوفر باللغة العربية. تغطي ثلاثة مجالات التعلم والرفاه النفسي الاجتماعي والصحة، يتطلب تنفيذها ثلاثة دقائق، يتطلب تدريب الشخص الذي يجري المقابلة ثلاثة ساعات. تستخدم الأجوبة على الأسئلة العشرين للنسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و59 شهر، والذين يسيرون على المسار الصحيح أي حققوا الحد الأدنى من المعالم المتوقعة نفئتهم العمرية. النطاق العالمي لتنمية الطفولة المبكرة هذه الأدى قيد التحقيق، ومثل مؤشر تنمية الطفولة المبكرة 2030، هذه الأدى مخصصة لرصد السكان، لكن الفئة العمرية التي يتم التركيز عليها هي الأطفال منذ الولادة وحتى سن 24 شهر. تم تطوير النطاق العالمي لتنمية الطفولة المبكرة استجابة للحاجة إلى مؤشرات لنمو الطفل على مستوى السكان، على أن تكون هذه المؤشرات موثوقة وصالحة في مجتمعات متنوعة ثقافياً ولغوياً واجتماعياً واقتصادياً، تتتوقع نتائج مثل مجمل النمو والأداء الأكاديمي ونتائج العمل لاحقاً في الحياة، مجانية ومتاحة للجميع، سهلة التعلم والإجراء، وتتضلب الحد الأدنى من المواد للتطبيق، يمكن استخدامها على نطاق واسع ويصدر عنها علامات درجات يمكن تفسيرها بسهولة. رصد التقدم المحرز بالإضافة إلى استخدام الموارد المذكورة هنا، هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها، مثل وضع خريطة لنظام جمع البيانات الوطنية لتحديد المعلومات والمؤشرات ذات الصلة بالرعاية في مرحلة التنشئة، إضافة مؤشرات على قوائم الإشراف الداعمة لمقدمي الخدمة، دعم إدراج مؤشرات جديدة في نظم معلومات الإدارة الصحية المجتمعية، المناصرة مع وزارة الصحة لإدراج المؤشرات ذات الصلة بتنمية الطفولة المبكرة في المسوح السكانية، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والمسح السكان الصحي، ونظم معلومات الإدارة الصحية.